أولاً قد نبدأ من الدراسة ديالي الدراسة كانت اختيار ديال الوالدين ديالي أنا ننكمل ما نقطعش باش ندير موهيبا لأننا احنا كنعرفوا في ذاك الوقت بينصوا ما زال شوية احتدابة كنعنيوا منها ولكن على الأقل في ذاك الوقت ما كانوا شركات إنتاج ما كانش كان خاص الواحد يدعم راسه الفنان يدعم راسه مادياً ومعنوياً باش يوثل لقلوب ديال الجمهور طريج أنني نكمل الدراسة ديالي والحسن لحد أني نتبعت الإرشادة ديال والي ديالي لأنه كانت في الصالح ديالي من بعد تخصصت ودرت مشروع ديالي اللي الحمد لله من بعد منه وخول لي أنني ندير إنتاجاتي الخاصة في مجال الغناء بالنسبة للاختصاصات الأخرى اللي هي زايدة على الدراسة ديالي من غير الهندسة والديكور كانت اختصاص جميل كانت شي حاجة اللي أنا كان عشقها من الصغر كان ضمن أي بنت مغربية عزيز عليها تاخدلي بوبة وتزوقهم وتدر الميك اوب وهذا وأنا كان من بين الحويج اللي كاعجبوني هو هذا داك شاء لاش حاولت أنني ندير إختصاص زائد على الدراسة ديالي إحنا كنعرفوه تبارك الله في المغرب كتلقى المغربي ما شاء الله عنده كل شيء كيقدر يديرو يعني متعدد المواهيب عنده بزالة اختصاصات متحرش معه يعني حتى لو ملقاش خديمة في هذه الحاجة غير يلقاه في حاجة أخرى من بعد الحمد لله بينسوق أنا كان مشاركة في ستار أكاديمي في 2006-2007 للأسف ما قدرتش أنا رغم أنه تم اختياري ما قدرتش نكمل وما قدرتش نمشي لأنه كيف قلت بحكم الدراسة ديالي فمنين ساليت رجعت للمغرب الحمد لله ساليت ولداتي درت ولداتي وكوشي قلت علش الله ما نعودش نحقق شي حاجة كانت والحمد لله ده كشيري وقع دابا بعد إصدارات غينائية اللي درتها يمكن تمنياتي الأغاني اللي هما إنتاجاتي الخاصة من غير أغنية مؤخرا اللي كانت الشركة إنتاجو حدقرة